اشتركوا في القناة السلام عليكم مع مجموعة من المتحدثين لمناقشة موضوع حيوي يلمس حياتنا اليومية وقد أصبح حديث الساعة في الإعلام التقليدي والاجتماعي وهو موضوع الذكاء الصناعي واستخدامات التكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك النانو تكنولوجي قبل أن نخوض في نقاشنا اليوم أحب أن نلقي الضوء على بعض المعلومات التي قد تفيدنا في فهم الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي هو العامل الذي يمكننا من استغلال جميع عناصر الثورة الصناعية الرابعة ونظرا إلى المحاضرة السابقة وصلت الحروب إلى الجيل الخامس بينما الثورة الصناعية ما جالت في الرابعة والتي تشمل بيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد وعلوم الجينات والروبوتات ويتيح لنا الذكاء الصناعي نستفيد من الأجهزة أو عملية الأتممة في عمل الكثير من المهام التي نقوم بها اليوم بشكل يدوي طبعا لا يخفي علينا أن الذكاء الصناعي اليوم قدرة فاقة تفوق له قدرة تفوق قدرة الإنسان في اكتشاف الأنماط في البيانات الكبيرة ودراسة الكثير من المتغيرات التي تؤثر على القرارات التي يتخذها الإنسان في حياتنا اليومية يدخل استخدام الذكاء الصناعي في تطبيق حياة الإنسان اليومية وتؤثر عليه اجتماعيا واقتصاديا نذكر مثلا قياس السعادة الرعاية الصحية والأمراض وتشخيصها والمواصلات وفي مجال السيارات بدون سائق وفي تطبيقات ذكية التي تولد بيانات كثيرة تحتاج إلى تحليل عن طريق الأجهزة لديها القدرة على الذكاء الصناعي وبالتالي فإنه لابد موجود منظومة تحكم عمل تلك الأجهزة وتضعها في مكانها الصحيح لتحقق أقصى استفادة ممكنة منها يكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية من استخداماته في المنظومة الكاملة التي تربط علم الاجتماع مع الصحة والاقتصاد وتطوير الخدمات وزيادة الانتاجية ورفع الكفاءة كما أن للذكاء الاصطناعي دورا مهما في مجال الرعاية الصحية وتأثير على مهنة الطب خصوصا حيث يعتبر مجال الرعاية الصحية من القطاعات الهامة التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث فيه ثورة علمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتفعيل الممارسات الأكثر كفاءة وتوفير رعاية طبية بمستوى متميز وتسهيل إجراء بحوث الخدمات الصحية المعتمدة ومع تطور التكنولوجيا بالشكل العام أصبحت تفرض نفسها بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي نستخدمها جميعا بشكل يومي وأصبح التطور الذي نشهده في هذا المجال يلمس حياتنا بشكل يومي وحتى طريقة التواصلنا مع بعضنا البعض والتعرف على المنتجات والخدمات والحصول على المعلومات وغيرها الكثير طبعا كل هذا التطور لابد أن يأتي أيضا بتحديات لعلنا جميعا ندرك جزءا منها وخاصة في مجالات تتعلق بالأمن وخصوصية الإنسان وبالتالي أتت الحاجة لوضع أساسيات الأخلاق التي تحكم استخدام الذكاء الصناعي في الأجهزة التي يستخدمها الإنسان ومن تحديات أن الذكاء الصناعي قد يهدد وجود بعض الوظائف رغم أنه ربما سيخلق فرص وظائف جديدة ومن الوظائف المهددة مثلا وظائف موظفي الاستقبال والتوصيل وموظفي المطار سنحاول اليوم من خلال هذه الجلسة أن نناقش تلك المواضيع وأكثر وأن نلقي الضوء على كل ما يتعلق بالذكاء الصناعي والتكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي والنانو تكنولوجي أرجو أن تكون جلسة مفيدة وأن نثر النقاش بالكثير من الأفكار المتحدث الأول لجلسة اليوم هو الدكتور توني بريسكت مدير مركز شيفلد روبوتيكس جامعة شيفلد في المملكة المتحدة توني بريسكت هو أستاذ علم الروبوتات الإدراكي في جامعة شيفلد بالمملكة المتحدة ويشغل منصب مدير معهد شيفلد للروبوتات في معهد الأبحاث المتعدد التخصصات وهو اللي يضم أكثر من مئة باحث كما أن الأستاذ بريسكت هو مخترع مساعد لروبوتات سكراتش بوت وشير بوت الشبيهة بالحيوانات حيث أنه يملك خبرة تجمع بين علم النفس ونظرية الدماغ وبين علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي صباح الخير وشكرا جزيلا لكم على دعوتي للإتيان إلى أبوظبي وإستضافتي للتحدث في هذا اللقاء الممتاز وشكرا جزيلا لكم لمضيفي الذي كان كريما جدا في استضافتي وأن يسنح لي الفرصة التي يتوجد هنا لذا كلمة روبوت تتأتى من مسرحية وهنا صورة من إحدى أولى الإظهارة عروض هذه المسرحية والروبوت الذي هو يشبه الناس وفي نهايته العرض المسرحي الأمر لا ينتهي بشكل جيد للناس للبشر فالروبوتات تتحكموا وتقتلنا جميعا لذا فكرة الآلات التي ستتطور وتقتلنا هي فكرة قديمة الغريق القدامة كانوا يبنون تلك التماثيل الرائعة المشبهة بالناس وكانوا يقلقين من أن التماثيل ستستفيق خلال الليل وتقتلهم في سريرهم أنا مدير شيفلت روبوتكس وهدف مركزنا هو أن نضمن من أن نتيجة الثورة الروبوتية هي سعيدة للناس لذا نعمل ونطور العديد من أنواع الروبوتات بما فيه ذلك مثل الدرون الذي ترونه أمامكم والكثير من الروبوتات الصغيرة وإذن بالطبع الروبوتات الصناعية والفكرة هنا هو التأكد من أن هذه الروبوتات تتطور من أجل خدمة الإنسان في شيفلت نحن ربما قد سمعتم بنا أو عنا لاختراعنا للفلاذ والعديد من الأمور التي مستخدمتها في الأدوات المائدة التي تستخدمونها في كافة أنحاء العالم وفي هذا وهناك لازلنا نصنع المواد الفلاذية ولكننا نحن أيضا في صناعة 4.0 التي كما ترونه هنا في مدينة شيفلت نحن أحد أكبر المراكز للتصنيع للبوينغ وغيرها في المملكة المتحدة وأيضا في كافة إنحاء العالم على مستوى العالم لذا أدعوكم لكي تزوروا شيفلت وتروا بأعينكم كيف تتطور الصناعة في المملكة المتحدة لذا أود أن أريكم هذا الاقتباس أن حقبة جديدة من الإنتاج قد بدأت إن مبادئها مختلفة عن مبادئ الثورة الصناعية مختلفة عن تلك المبادئ التي كانت خلال الزراعية إن ذلك الثورة السيبرانية التي تأتت من خلال الدمج ما بين الكمبيوتر والآلة التي تنظم نفسها هذا نتج في نظام عنده قدرة إنتاجية لا نهائية هل يعرف أحد من أين أتيت بهذا الاقتباس؟ ربما يثير اهتمامكم أنه كتب ذلك في 1964 كان عمري سنتان حينها كان ذلك هو اعتراف أو عرض الثورة الثالثة أو الثلاثية في 22 من آذار في 1964 لذا فترون أنه قبل 50 سنة أكثر من 50 سنة كان هناك مخاوف وقلق يساور الناس حول تأثيرات الأتمة والروبوتيات وكيف يمكن أن تغير العالم ولربما تظنون أنه لم يتغير شيء لأنه على مدى عقود كثيرة الثورة لم تتشكل بالطريقة التي كانوا يظنونها الناس حينها ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا الرسم البياني الذي يظهر تأثير أو العلاقة ما بين الأجور التي هي بالنقاط والإنتاج بالخط المتصل يريكم أنه حتى 1900 أو للسبعينيات من القرن الماضي حتى إلى هذه النقطة كان الانتاج يزداد مع التطور في التكنولوجيا وزادت الأجور معه ولكن منذ السبعينيات إلى الآن فإن الإنتاج كان يزداد ولكن الأجور لم تزداد بل بقت ثابتة لا نستطيع لا أظن أن تأثير بركزيت أيضا يشبه هذا التأثير وأن قسبا كبيرا من الشعب يشعر أنه قد ترك في الوراء وأنهم لم يستفادوا من هذه التطورات الكبيرة التي قمناها في الانتاج من خلال الرقمنة والأتمتة وأظن أنها مسؤولية لأن نغير هذه الحالة وأن نتأكد من أن الثروة تتم توزيع بشكل أكثر عدلا هذا مثال على العمل الذي أقوم به أبني روبوتات تشبه الحيوانات ولكن أيضا أعمل على الروبوتات البشرية وأشبه أربطها بأمثلة عن العقل البشري لكي يعطيها ذكاء بشريا هذا عمل يعمله زميلي في المشروع الأوروبي صباح الخير كيف حالك؟ أتود أن ألعب لك الموسيقى؟ فلنجرب شيئا جديدا انظري حسنا ومن ثم رتم أفضل لو سمحتي إقاع أفضل فلنجرب إقاعا جديدا لذا هذا فقط يساعدني أن أريكم أكثر في وقت لاحق ما الذي يقوله الروبوت هو تم برمجته ولكن السلوك ارتجالي بالاعتماد عن البرامج الموضوعة وهذا يعتبر روبوتا حديثا للغاية وفيه أخر المستجدات والمتطورات لذا فالسؤال لماذا الروبوتات تكمن فقط في المختبرات وليس في العالم ولكن الحقيقة أنه عندنا سبع مليارات روبوتات بيولوجية لذا لا نحتاج هذه الروبوتات مثل غيرها وهنا أمثلة لربما لا تعرفون أنها موجودة ولكنها روبوتات لذا عندنا مليونين روبوتين صناعيين في العالم ويزداد هذا الرقم بنسبة 18% كل سنة وباقي الروبوتيات هي روبوتات خدمة عندنا حوالي 3 ملايين روبوت مثل روبوتات تتخلص من القنابل وهناك روبوت منتشر في الزراعة يحلب الأبقار فالأبقار تتجه إلى نحو الروبوت بنفسها والروبوت يلسق نفسه بها ويتم حلبها وذلك يبسط الأمور على المزارع ومثال آخر هو الروبوت دافينشي الجراحي عندنا أيضا روبوتات منزلية سمعنا عن الدرونات ولكن أغلب الروبوتات حاليا هي روبوتات مكانس روبوتية وأظن أن الأمر ليس هناك داعي لكي نكرس أن يكنس الناس وأراضيهم أو أرضيات بيوتهم فالروبوتات تقوم ذلك من نوعا عنهم هناك أيضا روبوتات الخدمة الحرفية والمهنية روبوتات تنقل الأشياء بالأخص كما ترون هنا هذه البضائع التي تشحن من قبل الروبوتات في المخازن وهناك عشرات آلاف هذه الروبوتات كما هناك روبوتات في الزراعة وأيضا الاستكشاف تحت الماء وفي صناعة الغاز وأيضا الروبوتات التي ترسل إلى الفضاء مثل روبوتات ناسا وهناك أيضا روبوتات العناية والمساندة والتي نرونها الآن عندنا سيارات تقود نفسها ذاتيا بدون قائد بالأخص تساعد الأشخاص الذين عندهم صعوبة في القيادة عندنا أيضا روبوتات المساعدة مثل المنظفة والتي ستشمن أيضا روبوتات في المستقبل سترتب منزلك وعندنا أيضا روبوتات الأليفة التي تشبه الحيوانات كحيوانات أليفة وعندنا الروبوتات تساعد الناس على اتداء ثيابهم والأكل والذهاب إلى المراحيل وعندنا أيضا روبوتات تضعوا على نفسك مثل هذا الأكزوسكالتون وأخيرا عندنا هذه الورقة البيضاء التي يمكنكم أن تقرؤوها والتي تشرحوا كيف يمكننا أن نستخدم الروبوتات لكي نعالج حاجات الفئة المجتمعية التي تسدادوا كبرا في العمر العديد من الروبوتات المتوفرة الآن هي روبوتات صناعية وإذا ما نظرتك كيف كافة أنحاء العالم هناك حوالي 74 روبوت صناعي لكل عشرة آلاف موظف ولكن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى فدول مثل كوريا وسنغافورة وألمانيا واليابان هناك عدد أكبر من الروبوتات بالمقارنة مع الموظفين وأغلب الروبوتات حاليا ربما ثلثهم تصنعها الصين والصين تقوم بالأتمة الأمور بشكل أسرع بكثير من أي اقتصاد غربي الآن السؤال الذي دائما ما يطرح عليه والذين يودوا الناس معرفته كيف سيؤثر ذلك على الوظائف البشرية وقد قرأتهم هذه الدراسة المشهورة التي طبعت في 2013 من قبل أي أوسبون وأن نتيجة البحث أو أن 47% من وظائف الأمريكيين هي في خطر أو في تاتيت في العقدين القادمين وبإمكان أن نتناقش بهذا التقرير وعندي بعض التحفظات على النهج المستخدمة ولكن الناس يركزون كثيرا على هذه الأمور أن التقرير يتحدث عن الوظائف المتوفرة حاليا وليس عن الوظائف التي ستكون متوفرة بعد الأتمة وهناك دراسة في 2015 من قبل ديلويت والذين نظروا بالأخص في المملكة المتحدة ولاحظوا أن 35% من وظائف المملكة المتحدة هي في خطر إذا فهو رقم لا يستهن به ولكن يقولون أن في آخر 15 سنة أن اقتصاد المملكة المتحدة قد فقد 800 ألف وظيفة لا تحتاج إلى مهارة عالية ولكن كسبوا 3.5 مليون وظيفة بدخل أعلى تحتاج إلى مهارة أعلى أي بشكل أساسي كل أمة بالأخص بالأخص المملكة المتحدة قد استفادت من هذا التغير الذي تقوده التكنولوجيا حيث زاد الاقتصاد بالنسبة 40 مليار دولار 40 مليار عفوا جنيه سرليني لذا فإن هذه التكنولوجيا وهذه الثورة تؤدي إلى خلق وظائف جديدة فهناك الروبوتات تحتاج إلى أن أن تصنع وإلى أن يحافظ عليها وأن تصلح وغيرها لذا إحدى الأمور التي يشير لها تقرير دولي ووجدوا أدلة من أن عدد الوظائف التي تتأثر من قبل الأتمة وبالأخص لاحظوا أن الوظائف وهذه الرسم يعني يظهر من 1 إلى 10 الوظائف حسب المدخول ولحظوا أن التأثير على الوظائف بالأخص لأولاك التي تحت الخط 4 و 5 و 6 هي وظائف متوسطة تدخل لذا فالخطر كما ذكرته سابقا هو أننا نخاط أو تحت التخطير بالنسبة توزيع الثروات بالأخص لأن هناك تهدينا على الوظائف المتوسطي الدخل لذا هذا أمر علينا معالجته لذا يمكنك أن تسأل كيف الحال هو الآن والوضع الحالي أن الروبوت قد أخذ وظيفة عليه أن أنظر الآن إلى مصدر جديد للدخل النقدي ولكن الأمر الذي يتوجه أن يكون عليه نعم روبوت أخذ وظيفتي والآن تتسنى للفرصة للاستمتاع بالحياة إنه تحدي لأنه سياسيا لكي نتأكد من أن هذه الفوائد يتشركها الجميع لذا ماذا في المستقبل القريم؟ سيكون عندنا أنظمة تقود نفسها ذاتيا تقود البناء التحتية مثل حطة المولدات استطاقة وعندنا أيضا السيارات التي بدون قائد وعندنا أيضا وعدد أكبر من الروبوتات التي تدخل إلى المجالين الخاص والحكومي أو العام ما هي المخاطر التي ذكرتها فيما يتعلق بعدم الموساوى والعدل في الأجور هناك مخاطر عسكرية فعندنا الروبوتات في سحل معارك الميادين الحرب تتخذ قرارات الحياة والموت وسنكون هناك إذا ما اعتمدنا عليهم فإن الروبوتات يمكن أن تكون كالبشر يمكن أن تخطئ وسمعنا أن هناك مخاطر أن تضع معلوماتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها فهناك مخاطر أن نسبة أكثر من بياناتنا سيتم حفظها ومشاركتها وإذن تؤثر على علاقتنا ربما سيكون عندنا علاقتنا الاجتماعية مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأخيرا هناك سؤال الاستدامة هل بإمكاننا أن نضمن أن يستمر كل هذا الأمر فلنتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهي فكرة التفرد الذكاء الاصطناعي أنه في يوم الأيام سيتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري ولأين سيؤدي بنا هذا الأمر كبشر ويعديد من الناس استشرفوا بما في ذلك ستيفن هوبكنز الذي توفي وفاته المنية الأسبوع الماضي قال أن تطور الذكاء الاصطناعي الكامل سينهي الجنس البشري أنه شبيه لكايل كابت في مسرحيتها حول الروبوتات وري كورسويل أظهر نظرة أكثر إيجابية وقال أن الآلات ستتفوق على البشر ربما بحلول 2045 واقترح أن نبني حواسيبها بقوة الذكاء البشري أو الدماغ البشري بحلول 2030 وربما عندنا الآن عندنا حواسيب بقوة الذكاء الفأر أصبحنا أقرب فأقرب نحو بناء روبوتات من بقدرة ذكاء البشرية وحتى كيف تفكر وقانون مورز أن عدد الترانزيسترز يتضاعف كل سنتين وكان هذا الأمر حقيقيا في آخر 30 سنة ولكن هذه الثورة في الحوسبة أصبحت أقل تطورا إذا ما نظرتم إلى أداء الحواسيب نظر أن الأمر أصبح أكثر أفقيا واستقرارا وإذا ما استمرنا بتسرع سنعتمد على أن يكون عندنا حواسيب أكثر الآن بدأنا نعتمد على عدد أكبر من الحواسيب عوضا عن تطوير الحاسوب بنفسه الذكاء الصناعي ليس مشكلة كما ذكرنا أن هناك تقنيات الذكاء الصناعي التي تطور في التسعينات التي تطبق على حواسب سريعة سريعة للغاية بقواعد بيانات ضخمة لا يعني ذلك أنها ذلك يعني فقط أن حواسبنا أصبحت أفضل بكثير ونستطيع أن نستفاد من هذه الخوارزميات لذلك هناك كثير أمامنا لكي نفهمه ونشرحه فيما يتعلق بالذكاء الصناعي عندي أرى ثلاثة أمور أساسية السيارات بدون قائد مثل أوبر التي سيارتها بدون قائد لربما نزال الأمر مبكر أن يكونوا على الطرق ولكن ربما بعد خمس سنوات سنرى عددا أكبر من هذه السيارات بدون قائد وهناك فوائد كثيرة وجمّة منها مثل الأشخاص المصابين بأعاقات جسدية والأشخاص الآخرين عندنا أيضا نقطة أخرى هو التلاعب اليدوي بالأغراض مثل هذا الروبوت الذي يصنع اللعب أو الدمع البشرية ولكن هناك أيضا يساعد هناك روبوتات تقوم بالتناسق بالتلاعب بأصابعها بالتناقب مع قدرتها البصرية بشكل جيد جدا وتشابه إذا ما استطعت الروبوتات أن تصل إلى قدرة تلاعب واستخدام لأصابعها تشابه الإنسان سيكون ذلك خطرا على وظائف الكثير من الوظائف اليدوية وأيضا أن نفهم العالم الحقيقي الذكاء الاصطناعي حاليا لا يفهم أي شيء عن واقعنا وعالمنا الحالي ولكن ربما الروبوتات والذكاء الاصطناعي ستفهم أكثر العالم الحقيقي بعد 15 سنة وأرى بعض الأسباب لما لا يمكن أن يحصل ذلك وأحد الأساسيات هو أننا يستنفذ من المادد الأساسية التي تنصع منها الروبوت مثل الليثيوم والإنديوم التي ستنضب خلال 10 أو 15 سنة القادمة إليون مانت يشتري هذا الليثيوم لكي يصنع سياراته وبطاريات سياراته ما بين إيون ماسك والصينيين لن يتبقى الكثير من الليثيوم للباقي منها لذا نعرف أن جنسنا البشري كان له تأثير كبير على العالم حتى نسمينا الحقبة الجديدة الانثروبوسين أو حقبة البشر بعد تأثير البشر على الكوكب بيمكن أن نفكر ربما أن تطورنا من مجتمعات تجمع وتصطاد إلى الزراعيين إلى أول ثورة صناعية إلى الثورة المعلوماتية وأن نفكر أو ثورة المعرفة وإلى أين سنتجه تاليا إلى المرحلة القادمة من الأجل البشر سيبيان 5.0 أو البشر 5.0 لكي نعرف تأثير التكنولوجيا علينا وعلى طريقة حياتنا نعرف أننا لطالما استخدمنا تكنولوجياتنا وبنينا التكنولوجيا لكي نحزز من ذكائنا الخاص ويمكننا أن نقلق من ذكاء الاصطناعي ولكن لطالما أن الجنس البشري هو الذي يصنع هذا الذكاء الاصطناعي ويستخدمه بيمكننا أن نفكر بأن الذكاء الاصطناعي يساعد ويعزز الذكاء البشري وأننا ستكون دائما أفضل بأمور لا يستطيع الروبوتات أن تكون جيدة فيها وهذا هو أن نجلب البشرة والروبوتات وذكاء الاصطناعيين ليعملوا مع بعضه وعلاقتنا مع التكنولوجيا ستصبح أقرب لربما نرى أكثر من المتغيرات وهذا نظام يستطيع أن يقرأ عقلك إلى درجة ما بطريقة محدودة ويستخدم ذلك بحيث أن يتحكم بالآلات وأظن أن هذا الاندماج الزائد والانخراط الزائد مع التكنولوجيا سيزداد لذا اقترحت مع بعض الزملاء في برسلونا وإيطاليا ومؤسسة بلانتن انستوت مؤسسة بلانتن التي سميناها المبادرة الأوروبية العلوم والتكنولوجيا من أجل أنثروبيسين حقبة أنثروبيسين مستدامة والهدف هنا هو استخدام الذكاء الصناعي والروبوتيات لكي نحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لكي نعزز المساواة ونقلل الفقر ونعزز الاستدامة وغيرها الفكرة هنا هو أن نحاول أن نحصد فرق البشري المكونة من البشر والذكاء الصناعي لكي نعالج أمور الاقتصاد والمناخ الاستدامة والمساواة وأشرنا إلى المؤتمر العالمي للتغيير المناخي وكيف يمكننا أن نستشرف ونحمي المناخ العالمي وكيف يفعل ذلك على اتخاذ القرارات في كافة انحاء العالم ونقلل من الانبعاثات الكربونية لا نستطيع أن نتحكم بالعالم إن لم نستطيع أن نستشرفها ولا لا نستطيع الآن أن نستشرفها إن لم نستخدم الآليات المناسبة لكن هذا الجهد الضخم من البشر مع الذكاء الصناعي في كافة انحاء العالمي يمكن أن يكون لنا تأثير أكبر على هذه الأمور لكي نحتيث الفرق ونجعل العالم أكناً أفضل وبالطبع نستطيع أن نستطيع أن نقوم ذلك مع الحكمات العالمية وسأدعم هذا النداء من ميرتينت أن والس لكي ننسق الحكمة التكنولوجية على المستوى العالمي لكي نضمن من أن الذكاء الصناعي والروبوتات تتم تطويرها للفائدة أو المصلحة العامة شكراً جزيلاً لكم نشكر الأستاذ الدكتور توني بريسكوت المتحدث القادم هو الدكتور زهير الطهات رئيس قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة اليارموك المملكة الأردنية الهاشمية يشغل الدكتور زهير الطهات منصب رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام في جامعة اليارموك المملكة الأردنية الهاشمية كما يترأس لجنة دراسات العليا في الجامعة وكان الدكتور طهات قد شغل مناصب عدة في وزارة الثقافة الأردنية منها مدير العلاقات العامة والإعلام كما عمل في وكالة الأنباء الأردنية وكذلك عمل أستاذا مساعدا في قسم الصحافة والإعلام بجامعة البتراء الأردنية تفضل دكتور شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين الحمد لله كلما ارتفع صوت الحق في هذا المنبر الاستراتيجي وصدح وكلما جمع بيننا في هذا اللقاء الإنساني العلمي على أرض إمارات الخير والأمن من سرور وفرح وسلام على باني هذا الصرح الاستشرافي وعلى من شيده بفكره وعلمه وعلى من رعاه وحفظه في روحه ووجدانه وضميره وسلام على الإمارات أرضا وشعبا وقيادة عطوفة الأستاذ الدكتور جمال السويدي الأكرم راعي العلم والفكر في هذا المركز الاستراتيجي العلماء الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أعبر عن سعادتي الكبيرة أن أكون بين هذه الكوكبة من العلماء الذين يمثلون دول الاعتدال والتقدم والإنسانية لنبحث هموم ومستقبل الإنسانية ولا يفوتني أن أشكر كوادر هذا المركز على حرفيتهم ومهنيتهم العالية وأخص بالذكر الأستاذ عبدالله الشمري والأستاذ ليث أدعجه وكل العاملين الذين لم أذكر أسمعهم حقيقة أخواني العزاء هذا الموضوع وخاصة ما يتعلق في المستقبل الإعلام والآلة الإعلامية وخاصة بعد الألفية الثالثة صار هناك تغيير جذري في العملية الاتصالية وفي التغطيات الإعلامية وخاصة كلما تتطورت وسائل الاتصال وخاصة هناك تحدي كبير من قبل التكنولوجيا وسائل الاتصال الاجتماعي بما فيها من إيجابيات وسلبيات وهذا يعتمد على الاستخدام وعلى القوانين والتشريعات النظم الإعلام الاجتماعي كمفهوم هو المحتوى الإعلامي الذي يتميز بالطابع الشخصي والمتناقل بين الطرفين أحدهما مرسل والآخر مستقبل عبر وسيلة التي هي شبكة اجتماعية مع حرية الرسالة للمرسل وحرية التجاوب معها إذن هي البنية التحتية لشبكات تواصل الاجتماعي شبكة الإنترنت وشبكة الإنترنت التي استطاعت أن من خلالها صار هناك ما نسميه بالإعلام الجديد وشبكات تواصل الاجتماعي هي استطاعت أن تستخدم هذا الإعلام الجديد بكل تقريرته وبكل ما قدم هذا الإعلام لهذه الشبكات وخاصة ما يتعلق بالفرد والمجتمع لا شك سنبحث بنية العملية الاتصالية والتغيير الذي حصل وتبادل الأدوار بين المرسل وبين المستقبل ونتحدث عن تكنيك العملية الاتصالية كيف تؤثر هذه شبكات تواصل على الفرد وعلى المجتمع وكذلك كيف تؤثر على الإعلام وعلى مستقبل الإعلام على مستوى العام إذن لو بنا نتحدث عن البدايات ومواقع التواصل الاجتماعي بدأت مجموعة من واقع الاجتماعي في الظهور في أواخر التسعينيات عام تحديدا عام 1905 إلى الربط بين زملاء الدراسة وعام 1997 حيث ركز الموقع على الروابط المباشر ويعني لا نريد أن ندخل في التفاصيل الدشأة والتطور لكن سنركز تركيزنا على ما بعد الألفية الثالثة وخاصة بعد ظهور الفيسبوك وتويتر والواتس أب وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها فهذا المرحلة الثانية هي التي شهدت تطور هذه الشبكات وخاصة كما قلنا بعد الألفية الثالثة التي هي بداية بالألفين واثنين وكذلك بالألفين وثلاث بدايات استخدام الفيسبوك وبالألفين وسبعة سكايروك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي التي لا شك أنها أحدثت ثورة كبيرة في البناء الاجتماعي وليس فقط هي أداء وهذه الأداء ما نضع فيها من محتوى هي تحدث لكنها كونها ينطلقها الفرد والمجتمع يطلق عليه شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن هذه الشبكات لا شك أنها تنقل المحتوى السياسي وتنقل المحتوى الثقافي وتنقل المحتوى البيئي الصحي كل هذه المجالات إضافة إلى أنها تقدم الروابط وتقدم من خلال مثلا اليوتيوب الأفلام وغير ذلك من الملتي ميديا المتعددة الاستخدامات من هذه اليوتيوب والفيسبوك لكن لا أريد أن أود أن أتحدث عن التغييرات الجذرية وعن تكنيك العملية الاتصالية بعد ما أتحدث عن حصائص الإعلام الاجتماعي اللي هو فتح المجال للتعريف بالذات ومن خلال الأشخاص وقدموا بروفايل خاص بالشخص وهذا لم يكن للأفراد أن يتحدثوا بحرية وأن يعبروا عن ذاتهم وأن يدونوا في كل المجالات الثقافية فكرية علمية اجتماعية وكذلك فتح المجال للتفاعلي والتشارقية لأن وسائل الاتصال الجماهيري التقليدي لم تفتح المجال للتفاعلية أو التغذية الراجعة كان منسوب التغذية الراجعة في تلك الوسائل منخفض جدا وكلما كان هناك تغذية الراجعة وتفاعلية وتشاركية كلما كان للإعلام ولوسائل الإعلام تأثير وبالتالي تحقق التغيير فكذلك الانفتاح والمحادثة والحركة والمرونة وقابلية التحول يعني من المسبوع إلى رسائل مطبوعة أو العكس دوافع استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي يعني ربما البعض حددها مثلا المشاكل الأسرية لأنه تشكل الأسرة الدرع الواقع للفرد حيث توفر له الأمن والحماية والاستقرال والمرجعية ولكن في حالة افتقار الفرد لهذه البيئة المتكاملة يطيح له نوع من الاضطراب الاجتماعي الذي يجعله يبحث عن البديل لذلك إذا باللاحظ يعني وخاصة أنه تراجع دور الأسرة كذلك وأصبح هناك المربي الخفي واستخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي صار يعني يحدث تغيير في البناء الاجتماعي وخاصة في بنية الأسرة إضافة لذلك أنه يعني هو الاستخدامات التقوسية والنفعية متوفرة لدى شبكات التواصل الاجتماعي لكن هذا يعتمد على الضوابط والتربية الأسرية والتواصل ما بين أفراد الأسرة كل ما كان هناك فيه لا نريد المراقبة لكن فيه عملية ضبط وتوجيه من قبل الأسرة كلما كانت استخدامات هذه الوسائل استخدامات تنفعية وليست تقوسية كما هو أنه لقتل الفراغ وبالتالي هناك ينتج عن نسوء إدارة الوقت أو حسن استغلاله بشكل السليم الذي يجعل الفرد لا يحس بقيمته ويبحث عن سبيل يشرل هذا الوقت من خلال هذه التقنيات كذلك البطالة تساهم أن يهجر الأفراد الأسرة ويتجهوا إلى هذه الوسائل لتنضيه كذلك الوقت وكذلك الفضول والتسوق أو البحث عن وظائف في الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد التعارف بين الأفراد بل أصبحت أداة تسويقية قوية وفعالة للغاية لأصحاب الأعمال طبعا هناك لا شك كل أداة هي سلاحة ونستطيع أن نستخدمها بالجانب الإيجابي ونستطيع أن نستخدمها في الجانب السلبي نافذ مطلع العالم ومن خلالها يستطيع الفرد أن يتواصل مع أبناء الحضارات وثقافات الأخرى ويطلع على كل ما هو جديد وكذلك هي فرصة لتعزيز الذات وهي أكثر انفتاحا على الآخر وهي تشكل منبرا للرأي والرأي الآخر والتقليل من صراع الحضارات بل أن يكون هناك حوار الحضارات وليس صراع تزيد من تقارب العائل الواحدة وأصبح أيسر على العائلات متابعة أخبار بعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لتكنولوجيا التواصل الاجتماعي وعاد توزيع الأدوار هذا ما يتعلق في العملية الاتصالية يعني العملية الاتصالية في وسائل التقليدية كان المرسل أو المتلقي كان دوره سلبي ومش فعال وله إيجابي لكن في ظل هذا التطور المتنامي أصبح دور المستقبل أكثر فاعلية وله يوازي المرسل مثلا التلفزيون الذي اجتمع فيه الصوت والصورة بالألوان وعبر البث الحي والمباشر يعني أصبح في ظل هذا التقدم وفي ظل الإعلام الجديد يعني في بعض الدول وعبارة عن ديكور في الصالونات لا أكثر ولا أقل من كان يعتقد هذا أن يصبح هذه الوسيلة الفعالة أن تصبح يعني مهجورة وفي دراسة أمريكية حول استعمالات وسائل الإعلام من قبل الجمهور تبين أن هجرة مكثفة يعيش المجتمع الأمريكي منذ عشرية الألفية الثالثة نحو شبكة الإنترنت والدراسة تشير إلى أنه ثلاثة وخمسين بالمئة من الوقت الذي يمضيه الأمريكي في هذه الوسيلة ثلاثة وعشرين بالمئة لشبكات تواصل الاجتماعي وسبعة بالمئة للبريد الإلكتروني وهذا يندرج كذلك في أغلب الدول الآن المتقدمة ولا شك أنه استخداماته أكثر من غيرها مسمياته نطلق عليه الإعلام الرقمي الإعلام التفاعلي الإعلام الشبكي الوسائط السيبرونية إعلام المعلومات إعلام الوسائط المتعددة غيرت دور المتلقي أصبح فاعل ومن أماط السلوك الخاصة بوسائل الاتصال تكنولوجيا الإعلام الجديد أدت أيضا إلى اندماج وسائل الإعلام المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مستقلة كانت تلفزيون وكان يراد إذن وسائل السمعية والمسائل المرئية وهذا كانت كل وسيلة مستقلة الآن صارت دمجات في وسيلة واحدة إضافة لذلك صار هناك دمج بين قطاعات الاتصالات وقطاع التكنولوجيا المعلومات وقطاع الإعلام وحتى دخل قطاع التصميم المرئي وقطاع التصميم الإجرافيكي جعلت من حرية الإعلام حقيقة لا ما فر منها إذن هو إعلام متعدد وسائط تفتيت أساهم كذلك في تفتيت الجماهير والمقصود بذلك زيادة وتعدد الخيارات أمام مستهلكي وسائل الإعلام الذين أصبح وقتهم موزعين بين العديد من هذه الوسائل مثل مواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وكذلك الهواتف الذكية وألعاب الفيديو الإلكترونية بجانب الوسائط التقليدية من صحف وإذاعة وتلفزيون إذن يعني هذه الوسائل ساهمت مساهمات كبيرة ولها مزايا يعني الكل يعلم بها لا نريد أن أنا بدي أتحدث كذلك حول لأن الوقت لا يسعفنا كيف استطاعت بفضل هذا التقدم أن الوسيلة كنا دائما في الدراسات الإعلامية نركز على المحتوى الآن الباحثين منهم الدوبري بقول أن الوسيلة أصبحت تقود التفكير والوسيلة أصبحت هي الرسالة فالمعنى الذي تحمله الرسالة والعكسات الاجتماعي يختلف بالاختلاف الوسيط الحامل لها كيفية تأثير تكنولوجي الاتصال الاجتماعي على الفرد وأعلام المستقبل التكنيك العملية الاتصالية عادة وهذا الذي أحدثته في تغيير التكنيك الخاص بالعملية الاتصالية الرسالة المحملة بالرموز والمحملة سواء كانت الرسالة لفظية أو غير لفظية أول شيء بواجه المتلقي اللي هو الإطار المرجعي والإطار المرجعي يعني يعتبر هو فلتر وفلتر هذه الرسالة يقوم بتشخيصها له وظيفتين أولا تشخيص الرسالة عندما يتلقاها وبعد ذلك يحدد إذا كانت تتوافق مع هذا الإطار يسمح لها بالمرور إذا هو يعني تعريف خلاصة خبرات الإنسان مجتمعة لمر الأيام والسنين من خلال استعدادات والقدرات الشخصية والوراثية والمكتسبة ومحصلة للعوامل البيئية والاجتماعية والثقافية التي يخضع لها الإنسان التقنية تعملوا هي تصريط المعلومات بموجب هذه الاستعدادات والتي تحققها كذلك مؤسسات التنشئة الاجتماعية ويقوم بملاحظتها انتقائيا كذلك إذا سمح الإطار المرجعي تذهب هذه إلى وحدات المخزون المعرفي وحدات المخزون المعرفي نفس التكوين لكن هي تتشكل منذ لحظة الوعي يعني بعد الإنسان ما يميز بين هذه الرسالة التي تتشكل من المواقف القيم المعتقدات التعليمات الأفكار الانطباعات والصور النمطية وبعد ذلك إلى الصورة العقلية والصورة العقلية التي تشكل منها السلوك الإنساني لكن هنا في التكنولوجيا الاتصال الحديثي صار تغيير في هذه البناء إذن لماذا هذا التغيير وخاصة بعد الألفية الثالثة صار عندنا تغيير كثير في المجتمعات وخاصة في مجتمعات دول العالم الثالث بسبب أن هذه الرسال بما تحمله من مؤثرات ومن قدرتها على الاستمال والتشويق والجذب حتى وصلت إلى مرحلة أن تقوم بتعطيل الأطر المرجعية وتدخل الرسال مباشرة إلى المخزون المعرفي والصورة العقلية ذلك صار تغيير جذري في السلوك البشري من خلال هذه القوة وهذه القدرات الهائلة لهذه الرسال إذن الأهداف الرسال الجانب المعرفي الجانب العاطفي والجانب السلوكي نتحدث عن صلاة التحرير المستقبلية وما هو أثر هذه التكنولوجيا على مستقبل الإعلان أصبح هناك يعني هذه الخاصة ما يتعلق بوسيلة أو صحافة الموبايل صحافة الموبايل التي أصبح الموبايل عبارة خاصة بما يحمله من تقنيات هائلة أنه الصحفيين أصبحوا يستخدموا هذه الوسيلة أصبح عبارة عن مختبر تحرير مختبر السيديو التلفزيوني ويستطيع أنه من خلاله الصحفي ينقل الرسائل ويتبادلها ويستطيع أن يبث بشكل مباشر للجمهور غير أنه يستطيع أن يبث لوسيلة الإعلامية لكن الخطورة أنه يصبح بشكل مباشر إلى الجمهور إذن لا قتل للإبداع لا أبواب مغلقة ولا جدران فاصلة إذن هذه اللاعات الثلاث في مستقبل أما أثر لهذه التكنولوجيا عندنا الآلة الإعلامية آلة خطيرة جدا ولو خير العدو بين انتلاك الآلة الإعلامية والآلة العسكرية لا اختار الآلة الإعلامية لما تشكل من خطر كبير على الفرد وما تشكله على المجتمع إذن من يمتلك الآلة الإعلامية له القدرة والسيطرة على عصب الرأي العام وبالتالي يستطيع أن يوجه هذا الرأي ويبرمجه ويعمل على تابعة الرأي العام حسب غاياته وأهدافه وبالتالي فإن إعلام المستقبل مهدد بأن يمتلكه أفراد وجهات وجماعات تستخدمه كسلاح لتحقيق أهدافها المدمر وأعتقد أنه في نهاية أو في منتصف الألفية الثالثة تم استخدامه من قبل بعض الجماعات الإرهابية وخاصة جماعات داعش الإرهابية في المقابل أختاره الكبير على الإعلام بأن عزوف المواطن يعني صار المواطن يعزف عن المؤسسات التقليدية صاحبة الرسالة الرسيلة وصاحبة المرجعيات وصاحبة رسالة تؤطرها من ضمن تشريعات وقوانين ومؤنظمة إذن إذن صار هناك بأن راح يكون مؤسسات الإعلام إلها الرقمية حتى الرقمية منها سيزداد حدة التنافس بينها وبين وسائل أو شبكات التواصل الاجتماعي وكلما تقدمت تقنياتهم مما يشكل خطورة على الأمن الاجتماعي أولاً والسياسي والاقتصادي إذن إن الساحة الإعلامية لم يكن هناك ضوابط لهذه الرسالة في المستقبل لا شك إنها سيكون آثارها السلبية أكثر من آثارها الإيجابية خاصة ستنتشر الإشعاء والإعلام الدعائي الموجه وبالتالي سيشهد تغييرات في البنى الثقافية والاجتماعية لأن الإعلام الاجتماعي يفضل رسالته بفضل رسالته عالية الجودة والتقنيات والمؤثرات المصاحبة لهذه الرسالة إذن بيشكون أكثر خطورة على المواطن ستكون رسائل الإعلام الاجتماعي بما تتسم من فضاء مفتوح بدون ضوابط قانونية أو اجتماعية فريسة سهلة لأجزة الاستخبارات والمقابرات المعادية لأنها ستوفر عليها فاتورة الطابور الخامس وبالتالي تقوم بوضع استراتيجياتها الأمنية التي ستصيب تعدد الخارطة الذهنية والنفسية وأسس بناء المجتمعات وأسس تفكيك وتدميرها وبالتالي الطريق ما يشده العالم العربي فضل بعض الاستراتيجيات ويحضرني في هذه المناسبة خطورة هذه أنا حضرت أو عندما قام الرئيس الأمريكي أوباما بزيارة أحد المدارس الثانوية في أمريكا وقام أحد الطلب بتوجيه سؤال للرئيس سيد الرئيس أود أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ماذا قال له الرئيس قال له إذا كنت تريد أن تصبح رئيسا عليك أن لا تنشر كل شيء على الفيسبوك وبالتالي هو سيكون مسجل عليك كل شيء لكن هو لا يريد هو يريد أن يوجه للشعب الأمريكي أن كل ما تنشره على الفيسبوك أو شبكات التواصل الاجتماعي سيكون مراقب من قبل بعض الجهات المعادية لأمريكا وبالتالي تستطيع أن تبني استراتيجيات وتحدد نقاط الضعف والقوة لهذا المجتمع إذن شبكات التواصل الاجتماعي خطورتها أصبحت توفر لأجهزة الاستخبارات والمخابرات المعادية دراسات وأبحاث جاهزة عن البناء الفكرية والاجتماعية وبالتالي تحدد نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المجتمعات دكتور ممكن وبالتالي أنا آسف تتأخرت وأتقدم بشكر الجزيل لرئيس الجلسة ولهذا المركز الرياضي شكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور زهير متحدد هو دكتور ليان شيزينغ أستاذ مشارك اسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل الدكتور ليان شيزينغ في جامعة خليفة منذ عام 2014 وكان قد شغل قبلها مناصب عدة فكان مديرا وزميلا في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مختبر لوس ألموس وعمل باحثا في شركة سي أن تي للتكنولوجيا ثم استاذ مشاركا في جامعة نانيانغ التقنية له العديد من الإسهامات المهمة في مجال مواد النانو الكربونية بما في ذلك اختراع أسلوب ترسيب الأبخرة الكيميائية بهدف صناعة أطول أنبوب نانو كربوني في العالم 40 ملم وتشمل مجالات الهتمامات البحثية التكنولوجيا النانو وعلوم الناجو النانو المتعددة الاختصاصات دكتور شكرا جزيلا على استضافتي مساء الخير جميعا عمتم مساء سيداتي وسادتي يسعدني جدا وأن أقدم هذا وشكرا جزيلا لكم على استضافتي ودعوتي إن موضوع هو نانو تكنولوجيا التطبيقات والتبعات وبشكل أخص أود أن أركز الموضوع على الإلكترونيات المرنة والمستقبل البشر أو المستقبل البشري سأتحدث قليلا عن خلفية النانو تكنولوجيا وتطبيقاتها وكيفية التحول ولماذا الإلكترونيات المرنة ومن ثم سنقدم بعض الأبحاث التي قمنا بها في تعريفها وأخيرا سنفتح المجال للنقاش حول التابعات والمخاوف النانو تكنولوجيا هو تعريف حديث نوعا ما يمكن أن تسمي أي شيء له خاصية معينة بالأخص على المستوى النانو هناك الكثير من تطور النانو تكنولوجيا مرة بثلاثة مراحل أساسية في البداية كان هناك كان هناك تركز كثير لكيفية تطوير للتعامل مع المواد على المستوى الصغير بالأخص على سبيل المثال مثل المواد المتنهية الصغر والتلاعب والتحكم على مستوى الذرة لذا كل هذه الأدوات ساهمت لتعريف النانو تكنولوجيا أو التكنولوجيا المتنهية الصغر في لقت لاحق صارت تطوير يركز على المواد الجديدة والخصائص الجديدة على سبيل المثال عندنا مواد جديدة تأتت في السنوات الأخيرة الأولى هي مسنوعة من الكربون والثانية والثانية هي غرافين كل هذه المواد المتنهية الصغر هي خاصة هي مميزة جدا فيها الكثير من الخصائص ولكن مع ذلك مع قدم الوقت لا نستطيع أن نوافق على هذه الأمور فقط فعندنا تركيز أكبر على كيفية استخدام هذه المواد بتطبيقات عملية لذلك المواد المتنهية الصغر أو النانو تكنولوجي هي موجودة في كل مكان نحتاج لوقت حاليا لا نستطيع أن نتكلم عن النانو تكنولوجيا بدون لذا في وقت لاحق سأريكم بعض الأمثلة متعددة حول أين وكيف نستخدم النانو تكنولوجيا والمواد النانو تكنولوجية وتطبيقاتها الأولى في الطاقة الطاقة هو صناعة مهمة للغاية بالأخص في الإمارات العربية المتحدة فالمواد المتنهية الصغر تلعب دورا مهما كبيرا أو كبيرا جدا في هذه المنطقة على سبيل المثال استخدام المواد المتنهية الصغر لتحويل الطاقة وتخزين الطاقة والمحافظة لذا يعتمدوا على كيفية استخدامنا لها يمكن أن تكون دمجا من المواد الجديدة والأفكار الجديدة على سبيل المثال مثل وحدات أو خلايا تخزين الطاقة فالنانو تكنولوجيا يمكن أن تزيد من الفعالية بشكل واضح بإمكان أن تستخدم المواد النانو تكنولوجيا لذا يمكن أن يحسن ذلك الأمر من الانتاج كثيرا في ذلك المجال نزيد من ذلك أيضا في القدرة التخزينية بالأخص الأنابيب الكربونية والتي فيها المواد المتنهية الصغر والتي ستلعب دولا كبيرا في بطاريات الليثيوم وغيرها المجال الثاني الذي نحتاج فيه إلى الرعاية الطبية فعندنا الكثير من الأدوار التي تلعبها المواد المتنهية الصغر أو التكنولوجيا مثلا في التصوير وتقديم الخدمة والعلاج بالفوتو ثيرمل أو التصوير للشعاع الحرارية والعلاج الإميوني أو المناعي وغيرها لذا فهناك الكثير من فوائد للمواد المتنهية الصغر فيمكن أن نستخدمها في العلاج الاستهدافي بحيث يكون عندنا مثلا صور أكثر دقة أردت أن أريكم استخدام النانو تكنولوجيا في العالم أو فعندنا تقدم التكنولوجيا عن الكثير من التطور الحاصل مثلا استخدام الأدوية في شرب هناك الكثير من الدول التي فيها تركيزات عالية للغاية من هذا الدواء في المياح لذا حاليا المواد المتنهية الصغر تلعب دورا في هذا المجال على سبيل المثال يمكن أن نستخدم المواد المتنهية الصغر لحل هذه المشكلة من خلال استخدام مبدأ الأتمة وأيضا كمشغل أو مبادئ تصويري أو فوتو كاتاليست وغيرها ولكن على الأكثر نستخدم وهذا فحوة حديثي أود أن أذكر شيئا الإلكترونيات المرينة هناك لها مجال كبير في السوق هناك بعض المواد المصنع الموجودة فعليا الآن في الأسواق التي موجودة فيها النانو تكنولوجيا هنا أود أن أركز على أهمية هذه الإلكترونيات لفائدة أو لمصلحة البشر وأود أن أركز على على الإلكترونيات التي نحتاجها لبقاء الجنس البشري لذا لما الإلكترونيات المرينة ذكرتم التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي عندنا عندنا تكنولوجيا مهمة في الوضع الحالي الأول هو الحواسيب والثاني هو ذكاء الاصطناعي وكنتيجة لهذين الاختراعين الجديدين عندنا تأثير اسمه انفجار المعلومات لذا والذي هو يؤثر علينا جميعا ولكن في الصورة الأخيرة عندنا فجوة كبيرة ما بين المعلومات التي ولدت وقدرتنا على التعامل معها ومعالجتها وتحليلها ونرى ذلك في الكثير من الأمور مثلا في الوضع الحالي الشباب ربما عشرين سنة ينهون كلياتهم ومن ثم يمكن أن نعتبرهم كخبراء في بعض المجالات ولكن مع مضي الوقت سيكون عندنا الكثير من المعلومات التي تولد أو المعرفة التي تولد لذا سيكون مستحيل لأي شخص أن يتعامل مع كل المعلومات المولدة في مجال ما لذا على الأكثر سيتأتى وقت سيتسلزم الأمر حياة الإنسان بأكملها لكي يتعامل مع هذه المعلومات ولن يستطيع حتى أنهاها بنهاية حياته لذا بالطبع بإمكاننا أن نبطئ حركتنا وتطورنا ولكن عندنا منافسون لذا إذا البشر هو نحن الجنس الطبيعي الوحيد الذي ليس له عنده عدو طبيعي لذا فنحن نتحدى نفسنا لذا هنا عندي صورة لتطور الذكاء الاصطناعي وما هو التأثير الفعلي هذه الصورة تريكم كيف هذا الذكاء الاصطناعي يتطور مع الوقت لذا بدأوا من آلات بسيطة للغاية إلى المرحلة التي وصلنا إليها الآن بحيث أن يقلد الذكاء أو يمكنهم أن يستبدلوا البشر في الكعديد من الوظائف وعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار هذا الأمر لذا هذا التطور هذه الثورة تطلبت خمسين سنة فقط لذا هذا نوع من الثورات هي جزء التي قد نحتاج إلى عدد آلاف من السنوات والتي تسترزم الآلة فقط خمسين سنة لذا إذا ما سرعنا الأمر سنرى في المستقبل القريب حيث يكون عندنا هذه الفصيلة التي تشبه الكثير البشر عندهم كل الوظائف في مثلنا ولكنهم هم أذكى هم أذكى بكثير منا لذا كيف هذا الأمر الذي سيحصل هذه الصورة شبيهة لما أريتكم إياها للتعو الناس يظهرون النهج التطور لكي يستشرفوا هذا الأمر من هذه الصورة من عشرين إلى خمسين سنة إلى الأمام هذا ذكاء الاصطناعي سيكون عندنا ذكاء شبيه قريب للذكاء البشري لماذا علينا أن نقلق هناك أنا هذا هذا إظهار للذكاء الصناعي أنه في بعض المجالات هو شبيه على نفس المستوى أو حتى قد تخط ذكاء الإنساني هذه لعبة طاولة اسمها أفا جو ألفا جو هذا الذكاء الصناعي ضد بطل العالم ليسيدل وفاز ضده ويظهر الأمر هذه اللعبة هي خاصة لأنه حسب تعريفها أنها لعبة حاسوب الحاسوب دائما يفوق على البشر لأنه يستطيع أن يضع خطة لجميع الاحتماليات وهذه الآلة يجب أن هذه اللعبة لا يوجد هناك حاسوب يستطيع أن يعرف كل النهج أو كل التبعات والطرق والاحتمالات لذلك بالطبع بعض الناس يقولون أن هذا هو أصلنا لذا بعض ملايين بعض بضع سنوات ستأتف فصيلة جديدة تمثل البشر بالطبع ومستقبل البشر لذا فالحل ما هو الحل أولا من ناحية نحتاج الذكاء الصناعي لأن المعلومات تعامل مع المعلومات لن نستطيع التعامل باستخدام أدمغتنا الأمر الثاني سيكونون بعد فترة سيكونون أذكى منا أي لن يكون عندنا أي تحكم وإدارة عليهم لذا الحل الأفضل هو التعاون كما في العالم الحقيقي هذا التعاون لا يجب أن نكون على المستوى الأدنى لأننا لن نستطيع أن نتعامل أن نعطي مستقبلنا إلى فصيلة مثل الروبوتيات فقط لذا يجب أن يكون عندنا شيء مثل هذا نحتاج إلى الاندماج والتعاون لذا هذا الحل في بعض من بعض نستطيع أن ندمج مع الذكاء الصناعي بحيث أنه في المستقبل لازلنا بشرا ولكن عندنا قدرة معالجية شبيهة عولجة شبيهة للذكاء الصناعي يتأتى الأمر إلى البحوث ما هو ما هو تجاه البحث إذا ما دمجنا ما بين الاثنين أولا سنزودنا كبشر بقدرة أكبر وقدرة حوسبية أكثر ومعالجية أكثر سيكون عندنا فصيلة جديدة اسمها البشر الجدد لذا نحتاج إلى كما تقومون الآن عندنا الآيفون والآيباد والحاسوب هذا الأمر قد حصل فعلا الأمر الثاني نحتاج إلى الإلكترونيات التي تلبس في المستقبل سيكون عندنا الإلكترونيات التي هي تزرع في جسمكم الاتجاه الآخر هو أن الحاسوب أو الروبوت سنعطيه بعض وظائف البشر بحيث يمكن أن يكون أقرب إلينا ويكون عندهم قيام شبيهة بقيمنا لنتعاون بشكل أفضل لذا عندنا أسراء البقاء والتعلم الذاتي والإحساس والمنطق لذا أخذ كل هذه الأمور يمكن أن نتعرف على مجالات مختلفة للبحث أولا الإلكترونيات المارينة ثانيا الإلكترونيات الحيوية ومن ثم الذكاء الإصطناعي بالنسبة للوضع الحالي الإلكترونيات المارينة هي قاعدة ويمكن أنها هي سهلة البدء بها لذا سأذكر لكم بعض التطور في البحوث في هذا المشاعل عندي هذا الأربع أجزاء لنحاكي وظائف لا ستطيع أن أخوض فيها بتفاصيل دقيقة سأعطيكم فقط الأفكار العامة أولا المواصلات العالية المرونة أو المطاطية يمكن أن تتأقلم مع مع التغير وأيضا أن يكون التيار فيها أو ثابتا كل المواد الحالية لا يمكن أن تقوم بذلك لأنها عندها قوانين مختلفة لأنك إذا غيرت الشكل تتغير المقاومة لذا كثير من المقاربات جربت في هذا المجال ولكن أكثرها نجاحا الذي هو تقاربنا بدأنا بنوعا من الأنبوب الكربوني الثلاثي الأبعاد ولكن نستخدم هذا لنصل هذه الشبكة من النانو تيوب أو الأنبوب النانوني أو المتناهي الصغر الذي يبقى ثابتا في خصائصه الكهربائية هذه هي بعض الوظائف كما ترون في أنها ثابتة للغاية وهي ثابتة أيضا في البيئة وهي خفيفة الوزن وعندها وصول محدد عالي و مقاومتها منخفضة بغض النظر عن البيئة التي تضع فيها ثانيا قمنا بشيء اسمه أنه يشبه البطارية فهو يخزن الطاقة لذا بدأنا استخدمنا الكاربون مادة الكاربون النانونية مرة أخرى خزناها في فيلم أو شريط نحيف للغاية رقيق للغاية به الكثير من الألياف حيث يستطيع أن يتحدث أو يتقاوم الكثير من قوات الشد ومن ثم صنعنا جهازا يقومهم بقياس التحدي والمرونة ومقارنتها بالمواد الأخرى فهو أفضل بكثير من المواد الأخرى لذا في الاستنتاج يقاوم الشد بالنسبة لعشرين ألف وحدة في المتر أي أن قدرته على تحمل الشد هي 650 بالمئة لذا فهي ثابتة للغاية ويعني أن هذه الآلة أو الجهاز يمكن أن يوفر طاقة مستدامة أو مستمرة عندما نقوم بالتغير لذا الفكرة الأساسية هنا أن نستخدمها كمادة التي فيها بعض الخصائص الوظائفية بحيث أن يكون لها تلك ردة الفعل الميكانيكية ومن ثم نستخدمها كمجس وهذا المجس هو حساس للغاية للتغير وأيضا في هذا يمكن أن نستخدمه في الكثير من التطبيقات وأيضا يمكن أن نستخدم بعض التصميم الخاص بحيث أن نطبق شيئا بدون الضغط هذا مبني على مبدأ المادة التي نسميها Graphene Oxide لذا هي حساسة للغاية للرطوبة لذا عندما يقترب بشري أو إنسان أعتذر سأعود إلى الوراء إذا ما تقرب الأصبع البشري من المادة تتغير الرطوبة لذا فسيكون هناك بعض التيار الكهربائي يمكن أن نضعها ضمنها نبطا بحيث يكون عندها ذلك الاستشعار العالي أخيرا هي جهاز ذاكرة لأن جهاز ذاكرة هو مهم للغاية وهو أساسي للحواسيب نبدأ من هذه الألياف المبنية من الكاربون تيوب ولكن ندمجها الغرافين معها ونعمل شيئا ما هو ما بين بين بحيث يكون عنده بعض خصائص ذاكرة لذا هذه النتيجة كما ترون هنا إنها شبيهة للغاية عندنا عندما تكون on أو مشغلة أو غير مشغلة الفرق ما بين الاثنين هو الفرق ما بين صفر والواحد نستخدمها لتخزين المعلومات لذا كل هذه الأمور لها تطبيقات مباشرة مثلا يمكن أن تستخدم هذه المجسات في مراقبة الهياء سيكون من الصعب للغاية أن نغير النوعية من الأفضل أن نضع مجسن ماء داخلها ونربطه بالشبكة حاليا نستخدمه لمراقبة المنازل البشرية وأخيرا للإلكترونيات التي ترتدى هذه مهمة للغاية في الحقيقة لأنه حسب iTech EX التي قالت أنه بحلول 2027 سيكون السوق لهذه الأجهزة التي ترتدى 150 مليار دولار سنويا وبالنسبة لإهتمامنا الأساسي في هذا الأمر تقولون أن المستقبل نستطيع أن نمشي هذا الدرب وأن نزود صوفيا بوظائف بشرية إضافية أو أن ندمجها مع عقلنا دماغنا البشري لذا بحيث يكون عندنا جيل جديد من البشر مع قدرات إلكترونية فلن يكون هناك جدال ما بين الاثنين أنه سيء أو جيد أخيرا سمي ستحدث قليلا عن أن الذكاء الصناعي مجال كبير فهناك كثير من المخاوف من استخدامه ولكن أود أن أذكر عن المواد المتنهية الصغر المواد النانونية هناك الكثير من الأبحاث ولكن النتيجة تعتمد كثيرا فليس هناك نتيجة سحرية لذا أنت تستطيع أن تغير شكله وأن تربطه مع بعضه بحيث أن نستطيع أن دراسته هي صعبة الأمر الآخر أن المواد المتنهية الصغر عندها تفاعل قوي للغاية مع محيطها لذا كلما درسناه نجد أن هناك بعض المشاكل معقدة ولكن نستطيع من خلال البيانات أن نعرف بالنسبة مثلا الكربون نانيوتوب حيث أن كل البيانات تؤدي إلى أن جربناها على الحيوانات وتأكد من أنها سليمة جدا عن البشر أي أنها سميتها قليلة شكرا لكم شكرا لكم حسنا واو ثلاثة مختلفة هنا موضوعات مختلفة سأحاول أن أربط بينها ثلاثة موضوعات مختلفة سأبدأ بالسؤال الأول للدكتور توني سأعطيك مثالا لما يقود إليه سؤالي هناك سيارة ذاتية للقيادة تم برجمتها باستخدام إحصاءات معلوماتية برمجية وقوة حوسبية وما نطلق عليها الذكاء الاصطناعي كل هذه القرارات تم أعطائها للسيارة ذاتية القيادة وهناك كلب أمام السيارة وتم برجمجة السيارة على حماية الأشخاص داخل السيارة وبطبيعة الحال عندما يرى البشري أو الإنسان سيحاول الانتفاف يميناً أو يساراً ولكن السيارة تم برمجتها على حماية الأشخاص داخل السيارة وليس الحيوان خارج السيارة هل هل سيكون لدى هذه الآلة ضمير كما يقال في أي وقت من الآن أعتقد أن هناك سؤالين في هذا السؤال أحدهما يتمحور حول أخلاقيات اتخاذ القرار التي تتخذ السيارة وكيف يمكننا برمجة ذكاء الصناعي والربوتات لتتخذ قرارات أخلاقية لها مرجعية أخلاقية السؤال الثاني إذا ما كان لدى سيكون هناك لدى الأجهزة التي بها ذكاء الصداعي ضمير أو وعي بشري مثل الذي نتمتع به لأجيب على هذا السؤال لابد أن يكون هناك ليكون هناك جهاز ذكاء الصناعي أو سيارة تتخذ القرار الصحيح الواعي بضمير علينا أن نقوم ببناء سيارة لتتخذ القرارات التي نعتقدها أن القرارات الصحيحة وأن نبرمجها على هذا القرار في المستقبل نرغب في أن نقوم ببرمجة الربوتات وذكاء الصناعي حتى يستطيعون أن يقوم باتخاذ قرارات جيدة في مواقف لا نستطيع توقعها وما أورم في أن أصل إليه النتيجة هو أنه إذا كنا نستطيع توقع ظروف معينة نستطيع أن نبرمج السيارة التي تقوم بالأمر الصحيح ولكن لا يمكننا أبداً توقع كافة الاحتمالات لذا علينا أن نجد طريقة لخلق ما يطلق عليه أخلاقيات الآلة قدرة الآلة على اتخاذ القرار المنطقي بناء على المبادل الأخلاقية وفي هذه الحالة نقدم أو نبرمج الآلات بالمبادل الأخلاقية والسبب المنطقي وراء اتخاذ القرارات المعينة وأعتقد أننا بنهاية الأمر سنقوم بمناء جهزة وآلات بها وعي وضمير ربما مشابه لضميرنا أو الحالي وربما يكون لديها وعي بذاتها وبالحيوانات والأشياء المحيطة به وهذا يمكن تحقيقهم من أن يكون هناك روبوتات تعيش في العالم الحالي وتقوم بتخزين الخبرات ولكن هذا الموضوع بيتأكيد به جدال كبير سأفتح المجال لسؤالين فتتفضل بروفيسور اسمي أحمد المراغي رئيس تحرير مجلة الأخبار برايل في مؤسسة أخبار اليوم جمهورية مصر العربية بداية بتوجه بخالص الشكر للدكتور جمال مدير المركز على دعوته الكريمة جدا وحفاوة الاستقبال وبشكر القرور الرائعة فريق المركز هذا الفريق اللي بجد عارف إزاي يصل يعدي مرحلة النجاح إلى مرحلة الإبهار حقيقة تواجدت في مكان شرف لكل عربي أنه يبقى متواجد فيه ثانيا سؤالي للدكتور أستاذنا الكبير والدكتور زهير في وسط هذا الكم الخرافي كما أطلق من لحظات في التقدم التكنولوجي في مجال التصال وعلوم الصحافة كيف نصل إلى الطبقات أو الفئات المهمشة داخل مجتمعنا العربي هضرب مثل لتوضيح سؤالي من ممتلق عملي متخصص في مسألة متحد الإعاقة أو كما يطلق عليهم في الإمارات أصحاب الهمم كوني رئيس تحرير لمطبوعة كل العاملين بيها من زه الإعاقة البصرية في بلدي في مصر يعيش على أرض جمهورية مصر العربية ما يقترب من 11 مليون معاق طبقا للإحصائيات رسمية وأعتقد أن هذا الرقم طبقا للإحصائيات الخارجية يزيد عن هذا الرقم بخمسة مليون كمان السؤال لو سمعت عشان بس الوقت السؤال هل ترى سياداتكم أن هذه الفكرة تستحق أو هذه الفئة هذا العدد يستحق مزيد من الاهتمام عن طريق التواصل الاجتماعي استغلالا أن هذه القدرة الخرفية للوصول إليه نزال في أعلمنا العربي فئة مهم مشهر كل شكر والتقدير لحضرتك على هذا السؤال وأنا كذلك صحفي بالميدان منذ عشرين عاما كذلك إضافة إلى الجانب الأكاديمي لا شك بأن هذه الوسائل بما تنتلكه من تكنولوجيا عالية متقدمة بشكل كبير جدا وخاصة أن تستطيع أن تقدم خدماتها لهذه الطبقات وهذه الفئة الاجتماعية بالعكس هي هذه الفئة مستهدفة وهذه الفئة يتم استخدام برامج ويتم استخدام استراتيجيات خاصة للعناية بها وفي كل بلد كما هو في مصر وفي الأردن هناك استراتيجيات خاصة للوصول إلى هذه الفئات وهناك جهات رسمية وغير رسمية منتشرة في جسم جمهورية المصر العربية كما هو منتشر في المملكة الأردنية الهاشمية لا شك ستستفيد من هذه التكنولوجيا للوصول إلى هذه الفئات بكل أشكال يعني العقات أو هذه الفئة لا شك ستستفيد استفادة كبيرة جدا من هذا التقدم العلبي والتقني شكرا لك عدة ملاحظات أولا لقد تحدثوا عن دخل القومي للمدخولات بمرو الوقت لذا فإن الدخل القومي يمكن مقارنته على فترة قصيرة من الزمن ولكن على الفترات الطويلة ليست المقارنة تصبح جيدة خاصة أن هناك متغيرات جديدة ومدخلات جديدة لذا فيصبح الآن الربط لا يمكن الربط بين المتغيرات الكثيرة في المقارنة بين الدخل القومي على المدى البعيد لذا فإن هذا الأمر يعكس فقر في البيانات بالإضافة إلى ثبات حقيقي في المعلومات وأيضا هناك تقرير قلته أن هناك حقا تقرير ذكر أن هناك أرغب في أن أضيف إلى التقرير الذي ذكرته أن رواد الأعمال البشرين وريادة الأعمال البشرية تخلق وتستغل الموارد المتوفرة بما في ذلك الموارد البشرية وأنه بالتأكيد سيكون هناك شخص ذو رؤية معينة سيستغل هذه القدرات بطريقة متميزة وهذا يدفعني إلى أن أكون مع الجانب المتفائل وأنا متأكد أن في كل العقول البشر سيكون هناك شخص سيقوم بلسغلالها بشكل الأمثل أنت تتحدث عن شافلد وأشكرك على العرض التقديم الذي قدمتهم نعم لدينا لدينا هذا الجهاز المتابع لكرة القدم لقد تحدث عن الرسم الذي أظهرته يظهر أن هناك خطين متوازين فيما بعد الحرب العالمية الأولى وبعد ذلك هناك انحراف كبير أيضا أشخاص من محدودية الدخل اليوم لديهم شاشة مسطحة وهو تفذذكية لذا فلا يوجد فكر متقع هناك تحسينات في المجتمع الفقراء عبر المائة عام الماضية وأعتقد أن 80% من سكان حول العالم انتقلوا من خط الفقر وقلت النسبة إلى ما هو أقل من 20% وفي الواقع الذكاء للصناعي هو مسؤول عن هذا التحول وإن في الواقع هذه القضية يمكن فقط أن تحدث عن مجتمع في المملكة المتحدة وما وجدناه في تصويت لبريكسيت أن الأشخاص في لندن وبعض المدن الكبيرة أثرت بشكل كبير على أوروبا ولكن الأشخاص الذين في القرى كانوا يشعرون أنهم مهمشين ولا يستفيدون من العالمة وأعتقد أن نظرنا إلى كافة الدولة المتقدمة سنرى أن هذا التوجه وهذا الميل في التحول يظهر للغاية وكما قلت دلويت إفاكت أن هذا يؤثر على الجميع فإن العرض الذي قدمناه هو أن لابد أن يكون هناك دخل قومي أو دخل عالمي عفوا في الواقع الكثير يمكنهم أن يشاركوا في المجتمع بدون أن يكون لديهم وظائف برواتب على سبيل المثال في المملكة المتحدة معظم المتزوجين الذين لديهم أطفال يذهبون للعمل ولكن في المستقبل عندما تأخذ الروبوتات وذكال الصناعية يشغل كثير من الوظائف باستخدام الدخل العالمي أو طريقة المرتبات العالمية بإمكانهم الاعتناء أكثر بأطفالهم دون الحاجة لذهاب للعمل ويكون هناك رواتب مخصصة لهم وفي الواقع بهذه الطريقة يمكننا الاعتناء بعائلتنا وهذا يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع نحن دولة منتجة للنفط دكتور ليانشي ونعلم أن الطاقة الشمسي أصبحت رخيصة للغاية غير من مكلفة يوما تلو الآخر وأعتقد أن الغاز عفوا أصبحت أقل تكلفة وهذا الطاقة الشمسي لأي مدى بإمكان التكنولوجيا النانو تبعد عن إنتاج الجيل الثاني من البطاريات كيف علينا أن نقرر هذا الأمر وما مدى قلقنا ومتى علينا أن نقلق ما تجب علينا أن نقلق أولا هناك تكنولوجيات متقدمة في البطاريات وأعتقد أن البطاريات التي التي تعمل في أساريات الإلكترونية تعمل بشكل أفضل بكثير وأصبح هذا الأمر أصبحت تستهلك طاقة كهربية عائلة ولكن قوتها ضعيفة الآن راتس لا تستخدم نظام معين مختلف من البطاريات وطرحته في السوق الصين لديها نظام دعم قوي جدا للغاية للبطاريات وكل مرة أزور فيها الصين أتحدث معهم أتحدث عن الكربوتين والكربونان التكنولوجي وكيف ممكن دمجها في تكنولوجيا تطوير البطاريات وأعتقد أن السؤال الثاني لا يتعين على الإمارات أن تقلق وسبب ذلك يرجع أن البطاريات ليست منتجة للطاقة على سبيل المثال في السابق دائما ما نقلق عن عن التاقة والعمل المستدام ربما يحتاج بعض العمل لفترة وعند يرتاحون لفترة أخرى يستقومون باستخدام نوع معامل الطاقة وبعد ذلك يستخدمون نوع آخر لذا الحل الأمين هو أن تقوم بالتخزين حتى نقوم باستخدام أنظمة تخزين لإحداث توازن في الأوقات التي يكون فيها نقص في الطاقة وأعتقد أنه ربما في الإمارات لن تحتاج الإمارات لبيع النفط الخام ربما بحاجة أن ستقوم الإمارات ببيع الطاقة المخزنة لديها هل هناك أية أسئلة من الحضور ليلة خليفة من جرية الاتحاد أسئلتي للدكتور توني وهم ثلاثة بس سريعين رح يكونوا حدثك وقلت أن المواد المستخدم في تصنيع روبوتات في طريق النضوب هل يشكل ذلك تحديا وقعيا تطور ذكاء الاصطناعي في المدى البعق القريب السؤال الثاني هل لديكم في المملكة المتحدة إطار لوائح قانونية تنظم العمل في المجال الذكاء الاصطناعي وهل أنتم مطالبون برفع تقارير لكل التطورات التي تصير عندكم للجهات الأمنية معينة السؤال الأخير ما الخطأ الذي يمكن أن يرتكب الإنسان الذي يشتغل على ذكاء الاصطناعي ليجعله خطر على الجنس البشري شكرا شكرا على الأسئلة السؤال الأول كان عن استدامة الحواسب وأعتقد أن هذا خطر حقيقي على أن نفكر فيه فإن صناعة الروبوتات في الواقع نحن في الوقت الحالي نحن نستخدم معادل نادرة وإن المصادر الخاصة بها محدودة ونستخدمها بشكل متسارع لذا فإن نقوم بأكبر جهد ممكن في عملية تنجيم البحث في المناجم الأمر الآخر باستهلاك تقع نقوم ببناء حواسب أو بنوك مصارف أو بنوك حوسبية ضخمة ونستخدم الآن طاقة أكبر من جمهورية أرلندا بالكامل في المملكة المتحدة وثالث فإن تكلفة الطاقة في هذه الليات على سبيل المثال ألفا جو قام زميلي في أن الأسبوع الذي لعب فيها ألفا جو استغرق أو استهلك فيه طاقة تقت استغلقها المركز كله في حياته بأكمالها لذا فإنهم فاعلون ولا يمكن إعادة تدويرهم ويمبنيون من مواد يتم هيكلتين من مواد يصعب إعادة استهلاكها مرة أخرى أو إيجادها لذا البعض قد يقول أن هذه الصناعة لست مستدامة وبعد عشرون عاما سندرك أن هذه الموارد بدأت تنضب الأمر تاني عن التشريعات في المملكة المتحدة حاليا ليس علي أن أطلب أي تسريح أو أسأل الإذن ليقوم ببحث معين سواء على البشر أو على الحيوانات مثل ما يتم الأمر أننا نحاول أن نطلب إذن للعمل مع البشر أو الحيوانات ولكن هناك بعض المناقشات صدرت في هذا الأمر وهناك قوانين صارمة إذا كان هناك قوانين صارمة تحد من تطور التكنولوجيا هذا سيكون عقب أمام التطور العلمي ولذا علينا أن نحدد ما هي أهدافنا خاصة مثل الشركات الكبرى من شركات الإنترنت الكبرى التي تقوم بتطوير ذكال الصناعي ولكن هي ليست شفافة لغاية بما يقومون به لذا في الجامعات لدينا التزام بأن نقوم بنشر ما توصلنا إليها ولكن الشركات الكبرى ربما ليس لدي هذا الالتزام أعتقد أنه نفذ من الوقت أمر خير في أن التحدث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي وذكال الصناعي في يوم ما سيكون هناك في الواتساب سيكون هناك رد تلقائي عندما يقول شخص صباح الخالس رد صباح النور السلام عليكم عليكم السلام سوصبح هذه الأمور تلقائية ولن نضطر إلى إمداء طوال وقتنا على وصل التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا على حضركم هذه الجلسة وشكرا على الدعوة نشكركم على الدعوة دكتور جمال ونتمنى أن تكونوا كذلك سمتعتوا بالجلسة وشكرا جزيلا شكرا لجميع المشاركين في أعمال الجلسة الرابعة والآن أترككم مع الأستاذ أمل أحمدي التي ستقرأ عليكم البيان الختامي الذي ستتناول توصيات التي خرج به المؤتمر وكذلك الكلمة الختامية لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز السلام عليكم حضرنا البيان الختامي للمؤتمر السنوي الثالث والعشرين الدراسات المستقبلية وجه المشاركون في ختام أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مقره في مدينة أبوظبي يومي 20 و21 مارس 2018 بعنوان الدراسات المستقبلية رسالة شكر وتقدير إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله لحرصها على العمل باستمرار على استشراف المستقبل المراتيجيات اللازمة لمواكبة الطورات العالمية في المجالات كافة بما يصب في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحتين الأقليمية والدولية والارتقاء بمستوى رفاهية شعبها وتحقيق أعلى معايير ودرجات السعادة له وعبر المشاركون عن عظيم التقدير لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله حول ضرورة الاهتمام بالمستقبل ودراسته والاستعداد له على المستويات كافة من خلال أطر مؤسسية محددة وعبر تعزيز ثقافة استشراف المستقبل وخاصة لدى الشباب بما يحافظ على استدامة التنمية ويصنع مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة كما وجه المشاركون الشكر والتقدير إلى ساعة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عامي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لدوره في تسليط الضو على قضية الدراسات المستقبلية وعلاقتها بالتغيير الكبير الذي يشهده العالم واتصال ذلك بمطلبات عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها المستقبلية تحت قيادتها الرشيدة وبعد يومين زاخرين بالأفكار والرؤى والأوراق البحثية المتخصصة والمناقشات المعمقة بين المسؤولين والخبراء والباحثين والمشاركين خرج المؤتمر بالتوصيات الآتية أولا أهمية استلهام الفكر السديد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراء في استشراف المستقبل وتخطيط البناء له وربطه بالماضي والحاضر ثانيا ضرورة إيلاء الدراسات المستقبلية في مجالات كافة تلاهتمام اللازم ووضعها في قمة أولويات أجلدة العمل الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم كافة بالنظر إلى أهميتها في استشراف المستقبل وتطورات المتسارعة التي تعيشها البشرية ومن ثم صياغة السياسات والاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها بما يعزز الاستفادة من الفرص التي تتوحها هذه التطورات ويقلل المخاطر الناجمة عنها ثالثا تعزيز الدعم المقدم إلى مراكز الفكر والدراسات والمؤسسات البحثية والعلمية وتوجيها نحو الاهتمام بصورة أكبر بالدراسات المستقبلية وربطها بمؤسسات صنع القرار الوطني رابعا تأكيد أهمية تعزيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المعرفي التي تشكل أهم أسس الاقتصاد المستقبلي وتحقيق النمو المستدام مع التركيز الاهتمام على متابعة الطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المعلومات ولأسيما الابتكارات الحديثة في مجالات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وثورة الروبوتات وغيرها من المجالات التي تشكل أسس الثورة الصناعية الرابعة التي يشهد العالم إرخاصاتها حاليا خامسا إعطاء أهمية كبرى لتنمية رأس المال البشري كأساس قوي للتوجه نحو المستقبل والتعامل مع التحديات والفرص التي يتيحها وتنمية الاحتزاز بالهوية والثقافة الوطنية بالتوازي مع تنمية قيم الإبداع والابتكار والمعرفة والقدرة على التفكير النقدي وتحليل البناء باعتبارها من المهارات الرئيسية المطلوبة للتكيف مع المستجدات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة سادسا إلى أهمية أكبر لدراسة الطورات المتوقعة في بنية المجتمعات البشرية وخصائصها والقيم السائدة فيها كالتسامح والتعددية والتنوع والاختلاف وقبول الآخر على أساس أن كل مجالات التطور البشري الأخرى التكنولوجية والطبية والهندسية والاقتصادية والسياسية مرتبطة بالأساس بالإنسان مع الاهتمام بشكل أكبر بدراسة الأخلاق والقيم وتعزيزها وتعزيزهما ولا سيما قيمة التسامح لدورها الحيوي في تحقيق التقدم الإنساني والحضاري وتحقيق التنمية والاستقرار سابعا تكثيف الاهتمام بالجهود العالمية في مجارات البحث عن مصادر بديل للطاقة وتطوير أشكال جديدة لها بشكل اقتصادي وباستخدام تقنيات متطورة والاندماج بصورة أكبر في هذه الجهود مما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحفاظ على موقعها المتميز والمهم في أسواق الطاقة العالمية مستقبلا ثامنا ضرورة الاهتمام بتحليل ودراسة تغييرات الحادثة في البيئتين السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والعالمي وانمط التحالفات والسياسات ذات التأثير في الأوضاع في المنطقة وتطوير استراتيجيات وطنية مشتركة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع هذه التغييرات السياسية والأمنية استنادا إلى حقيقة ارتباطها القوي والحاسم بمستقبل التطور والتنمية في المنطقة تاسعا تطوير أساليب جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول ولا سيمة في ظل التوجهات المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي سيكون أكثر تداخلا عبر مفهوم سلاسل القيمة العالمية المضعفة التي تعني أن تشارك دول عديدة في إنتاج منتج معين بحيث تقوم كل دولة بإنتاج جزء من هذا المنتج الذي يتم في النهاية تجميعه في دولة معينة عاشرا إلى أهمية أكبر لتعزيز التعاون العربي لضمان مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ومنع التدخلات الخارجية في شونها وذلك في ضوء تطورات حروب الجيلين الرابع والخامس التوصية الحالية عشرة تطوير أساليب واستراتيجيات التعاطي مع خضية الأمن الإلكتروني على اعتبار أن التهديدات الإلكترونية تعد من أخطر التهديدات الأمنية في الحاضر والمستقبل وبناء القدرة على الوقوف في وجه هذه التهديدات وامتلاك القدرة الاستباقية الكفيلة من واجهتها التوصية الثانية عشرة دراسة العلوم مرتبطة بالشيخوخة في مختلف الجوانب والتفكير في إعادة تصميم أنظمة الرعاية الصحية مع التركيز على الجانب الوقائي لمشاكل الشيخوخة التوصية الثلاث عشرة ضرورة متابعة التقدم اللي تم تحقيقه في مجال تكنولوجيا النانو وخاصة في مجالات التحويل الطاقة وتخزينها التوصية الأخيرة تأكيد دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل والآن حضرنا الكرام ننهي مؤتمرنا السنوي الثالث والعشرين الدراسات المستقبلية بالكلمة الختامية لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عامي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي يشرفني أن ألقيها نيابة عن سعادته بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أيها الإخوة والأخوات ونحن نختتم أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين حول الدراسات المستقبلية الذي عقد على مدى يومين أن أرفع باسمي شخصيا وباسم زملائي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وباسمكم جميعا مفكرين وأكاديميين وباحثين وخبراء أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عفظه الله لدعمه المتواصل وغير المحدود لجميع فعاليات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأنشطه البحثية والفكرية ولا يفوتني هنا أيها الإخوة والأخوات أن أعرب لكم جميعا عناميق الشكر والتقدير وامتناني لما مذرتموه وقدمتموه في هذا المؤتمر من جهد علمي مشهود على مدار جرساته الثرية بالنقاش والتفاعل والمشاركة الحضور الكريم لقد لمست أيها الأخوة والأخوات حرصا كبيرا ومخلصا من جميع الباحثين والخبراء الذين قدموا أوراقهم البحثية على تقديم رؤى تحليلية عميقة حيث ناقشوا باستفاضة الموضوعات والقضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر وقد أثبت نقاشاتكم أن الدراسات المستقبلية أصبحت من الضروريات التي لا غنى عنها للدول والمجتمعات التي تسعى إلى تعديد مكانتها الاقتصادية والارتقاء مستوى شعوبها وتحقيق أعلى معايير الرفاهية لها ولا شك أن التوصيات التي خرجتم بها في هذا المؤتمر تنطوي على قدر كبير من الأهمية وسنعمل على أن تجد طريقها إلى صانع القرار والجهات المعنية للاستفادة منها في كيفية التعامل مع تحديات المستقبل لتعزيز مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها وطننا ويعشها شعبنا الحضور الكريم إن النموذج الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم يطلب منا جميعاً أن نكثب جهودنا لحمايته والدفع به الأمام وهو ما يجب أن نحافظ عليه جميعاً انطراقاً من مواقعنا حتى نحقق الأهداف التنموية التي نسعى جميعاً لها مرة أخرى أرحب بكم واشكركم على ما مذلتموه من جهد في إثراء الجلسات التي سمرت على مدى يومين كاملين وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ختام أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين الدراسات المستقبلية أكرر باسم سعادة الأستاذ الدكتور جماسة نجسويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشكر والتقديل للمشاركين جميعهم ولكم أيها الأخوة والأخوات الحضور وأدعوكم إلى كفتريا المركز لتناول طعام الغداء وإلى اللقاء في فعالية علمية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا